اطلع الأستاذ علي الكثيري القائم بعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية من اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنية على سير عمل المصلحة وفروعها في محافظات الجنوب والمناطق المحررة واستمع الكثير من اللواء سند جميل إلى شرح واف حول إجراءات إصدار الهوية الوطنية بالبطاقة الذكية الإلكترونية في جميع المحافظات والتسهيلات المقدمة لإنجاز معاملات المواطنين في هذا الجانب وأشاد الكثيري بمستوى الانضباط والعمل الجاد الذي تقوم به المصلحة والجهود الجبارة التي تبدل لإنجاز معاملات المواطنين مشددا في السياق ذاته على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولات غير قانونية ليحداث تغير ديمغرافي اشتركوا في القناة